عندنا مشكلة تانية الحقيقة بقى في الجيش المصري في قصة التقنيات وطريقة التسليح احنا بنعمل صفقات سلاح كتير جدا لكن الجودة بتاعة الصفقات والقطاعات اللي تخلينا نبقى ند لإسرائيل في النقطة اللي تحتية بتاعة التفوق التكنولوجي والتقني والكلام ده كله هل احنا موجودين في دا ولا لا تعال نشوف مع بعض معهد التحرير كان له تقرير مهم جدا تحدث فيه عن أمال كاذبة وبدايات كاذبة جهود مصر لتحديث صناعاتها العسكرية بيتكلم ان مصر ليه فشلت وهي دولة ذات قوة عسكرية ضخمة تتمتع بقليل من الرقابة المدنية على المشاريع في تحديث جيشها وانتاجها المحلي من الأسلحة بنجاح بيتكلم انه عندنا بعض أوجه القصور الإدارة الرضيئة قضايا تدريب القوى العاملة الموارد الشحيحة عدم وجود إرادة سياسية للتحديث التسويق البائس إلى كميات مذهلة من عدم الكفاءة أعاقد باستمرار محاولات إطلاق عملية التحديث والتطوير طيب تعالوا نشوف مع بعض كده تقنيات الحرب الحديثة الجيش المصري فين من خلالها احنا تصنفنا كويس جدا عندنا تسليح كويس لكن عندنا قصور كبير جدا في الحتة دي تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل الجيش المصري وتقنيات الحرب الحديثة تسليح مفرط وعقلية تقليدية الجيش المصري بيحتل المرتبة 15 عالميا الأولى عربيا بحسب تصنيف جلوبال فاير باور لعام 2024 لكن رغم كده احنا خسرنا عدة مراتب 23 كنا التلاتاشر 22 كنا الاثناشر في 20 كنا في المرتبة التسعة السبب المباشر لتراجع تصنيف مصر عوامل مش بينها العدد أو التنوع وإنما الجانب التكنولوجي اللي بتتجاوز فيه بعض الجيوش للجيش المصري ومنها جيش الاحتلال الإسرائيل في مقال نشر ومركز معلكم كير كارنيجي لروبرت سبريمبورج وف سي بينك ويليمز في 28 فبراير 2019 كانوا بيتكلموا فيه عن نقطة مهمة أوي أنه الإصراف على المعدات عالية التقنية وباهضة الثمن أدى إلى تقليل الأموال المتاحة أن يبقى عندك إدامة وتحديث في الجيش المصري قادة الجيش لا ينفقون سوى 30% من المعونات الأمريكية على عمليات الإدامة والتحديث مقارنة مع الحد الأدنى المصابه من قبل اللوجستيين العسكريين الأمريكيين والمقدر بنسبة 50% المقال كمان اتكلم عن عقلية الضباط فقال أنه الضباط بيتعلموا بشكل شبه حصري في المؤسسات العسكرية هم غير معرضين للأثار الواسعة اللي بتنتج من التفاعل مع الأكاديميين مع الطلاب المدنيين زي الجيوش الغربية تظل أعداد القوات المسلحة دلوقتي كبيرة بشكل مفرط لكنها لا تتمتع باحترافية كبيرة تعتمد على عسكريين ذوي مستوى تعليمي ضعيف وغير مقدري عشان كده القصة بتاعت 50% كانت دايما الجماعة بيتعايروا بيها بيتكلم كمان تقرير آخر لموقع ستراتفور الأمريكي في 9 أكتوبر 2018 على ميكانزم التسليح في مصر كان التقرير بعنوان مصر وحمى الانفاق على التسليح قالوا فيه إيه؟ أن الكم الهائل لصفقات السلاح اللي عملتها الدولة المصرية بيرجع لعوامل جيو سياسية أبعد من الاحتياج العسكري مصر توجهت أو النظام توجه للاعتماد على مصادر متعددة للتسليح لكن التقرير تكلم على فكرة ميكانزم الأسلحة فبيقول أنه الترسانة العسكرية المصرية متنوعة بشكل كبير وده بيفرض قيود على قواتها المسلحة اتكلم على قوات الدفاع الجوي مثلا اللي بتشتغل على تشغيل بطاريات صواريخ أرض جو جابتها من أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا جميع البطاريات لها منصات مختلفة لحد كبير فده بيخلي من الصعب القيام بتدريب القوات في نفس الخدمة عبر معدات مختلفة وده الحقيقة بيخلينا نطرح مجموعة من الأسئلة بعد اللي حصل من إسرائيل في لبنان وبعد الجزء الأول اللي اتكلمت فيه وهي أسئلة متعلقة بالمخاطر اللي القوات المسلحة المصرية ممكن تواجهها طيب واحد من هذه الأسئلة احنا فين من المسيرات القتالية احنا أعلننا تصنيع مسيرات 30 يونيو لكن في جدل كبير عن الفعالية بتاعتها الجيش المصري فين من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجيش المصري فين من التصنيع العسكري على أساس تقني هل في برنامج عندنا لتطوير العقلية العسكرية عشان تواكب العصر الحديث ليه ما عندناش وحدة للذكاء الاصطناعي والحروب الحديثة داخل القوات المسلحة المصرية دي الحقيقة أسئلة مهمة جدا جدا لكن يعني الرد خليك يعني تعرف أنه اليوم السابع قالت أنه مجموعة للتحاق بالكلية العسكرية التكنولوجية في سنة الفين وعشرين الفين أربعة وعشرين بتتكلم عن ستين في المية تقريبا تقريبا يعني ستين في المية وبالتالي ده ده بيقولك إحنا عندنا مشكلة كبيرة في الإطار ده مرة أخيرة عشان نروح للفقرة اللي بعد كده الفقرة دي مش للتخويف مش نظرية مؤامرة مش مزايدة عن النظام الفقرة دي هي نقوس خطر لازم قوات المسلحة المصرية تراجع نفسها بعد اللي بتعمله إسرائيل في دوبنا